اشتركوا في القناة عايزة اقول لكم ان يونيت فور فيها كونسبت واحد بس باذن الله هي يونيت سهلة بتتكلم على فكرة البرمتر وفكرة الاريا هناخدها بالتفصيل باذن الله عايزة افكركم بس يا جماعة قبل ما ندخل في الفيديو لو دي اول مرة تشوفونا ياريت تشاركوا في القناة وتفعالوا الجرس عن الكل علشان يوصلوكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بنقدمها وكمان يا جماعة فعلا لو بتستفادوا معنا اعملونا لايك وشيروا لزميلكم بحيث الكل يستفيد ندخل دلوقتي يا جماعة على طول في شرح اللاسون عايزة افكركم يا جماعة الاول شكل الريكتانجل طبعا كلكو عارفين شكل الريكتانجل اللي هو المستطيل بيبقى شكله كده تمام شكله عامل ازاي بيبقى فيه عندك تو سايتس بالشكل ده تمام وبيكونو الاااااااااا objectives يعني ده site وده site مقابل اللي بيبقى add بعضه وفيه two sites تانين بيبقى equal بيبقى فيه اتنين long بالشكل اللي احنا شايفينه ده واثنين short طيب ومالقيه شكل square شكل square او المربع مختلف ان كل sites add بعض ده equal ده equal ده equal ده الزن الموضوع ده معروف عندكم وكلكم طيب احنا النهاردة يا جماعة عايزين نعرف ايه عايزين نعرف حاجة اسمها perimeter حاجة اسمها perimeter يعني المحيط وبالمرة عرفكم ان احنا بقيت اليونت بقيت اليونت بس مش النهاردة هنتعلم حاجة اسمها area area او المساح طيب يبقى احنا مبدئيا عايزين نفهم يعني ايه perimeter يعني ايه ان انا اقول perimeter بتاع الشكل ويعني ايه الاريا بتاع الشكل كما فهوم الاول طيب هقولك اول ما اسمعك كلمة perimeter اكني بقولك الاطار اطار الشكل بمعنى تاني تخيل انا لو ما اديك خيط بالشكل ده وبقولك الخيط ده امسك قعد لفه كده جز 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 قعد لفه بالشكل ده لحد مثلا ما تكونت شكل سكوير وليكن الخيط ده كان طوله 8 سنتيمتر فهتبدأ تقسمه 2 2 2 2 المهم كونت بالخيط ده شكل سكوير تمام يبقى انا الشكل اللي انا لفيته ده هو كده الاطار اللي عملته طيب ايه معنى الكلام اللي انا بقوله معنى الكلام ان انا لما عايز احسب perimeter بتاع الشكل هبدأ اعمل كل صايت بلاس تاني يعني الصايت ده بلاس الصايت ده بلاس الصايت ده بلاس الصايت ده كده هجيب الاطار او ال perimeter وكذلك بالنسبة للريكتانجل هجيب الصايت ده بلاس ده بلاس ده بلاس ده تمام كده طيب احنا بقى ان شاء الله في اللسن النهاردة هنتعامل بتو شيبس بس اللي هما شكل الريكتانجل وشكل الاسكوير وهناخد فورمولا او صيغة معينة لكل شكل هنشوفي الكلام ده ازاي مع بعض تعالوا كده الاول بس اقولك انتو بلاحظين على الشكل انا رسمة مثلا الريكتانجل رسمينه هو كده جما بعض وعملالك ان ده L وده L وده W وده W طب ايه اللي انا الرموز دي كلها بقولك ان L دي ترمز لللنس لنس يعني الطول وده W للواتس واتس يعني العرض وكمان هتلاقينا لما نيجي نحسب البرمتر البرمتر او المحيط مش دايما هقولك بقى كلمة برمتر هتديله السمبل بي السمبل دي علشان تسهلنا في الايه في الشكل المسألة والشكل معنا الاريا الاريا هتديها السمبل ايه طبعا ملاحظين كل حاجة هو اول لثر من كل كلمة البرمتر بي الاريا ايه اما الواتس دابلو واللنس طبعا لازم تبقى حافظين حاجة زي كده طيب يبقى بالنسبة للريكتانجل عندك ده لنس ولنس عنده تو لنس طول وعنده تو واتس ادي واتس واد واتس تمام كده طيب تعال نشوف بالنسبة للسكوير السكوير بما ان قلت لك السكوير كله اد بعضه فبقاش عندك لنس بقى عندك كله اس 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 كله اس بمعنى سايد لنس اس بمعنى السايد لنس بتاعنا وكذلك البي بريمتر وي ال ايه للاريا تمام باذن الله الكلام ده يكون واضح معاكم نشوف حاجة كمان وبيشرح لك الكلام اللي احنا قلناه كله هنا جماعة مع بعض تعالوا كده نقراه بيقول لك ان انا لو مسكت الريكتانجل واضي الشكل بتاعه اهو اللي احنا قلناه وانا هدي بصوا جماعنا بشاور زي هدي للسايد الاولاني ده السيمبل ال اللينس خلي بالك اللينس بيبقى اللي هو الجزء الاطول السايد الاطول ادي ال واضي ال وكمان الصغيرين دول دابلو ودابلو اللي هو تمام وبيعرفك تاني ده كل الكلام اللي بيقولوا هنا جماعة ان البرمتر هدي لها بي واللينس اهو L والواتس دابلو بيقول لك اننا ده وقت هكون فورمولا اللي انا قلتلكوا عليها فورمولا زي شكل او صيغة معينة اقدر احسب بيها البرمتر على طول طيب وبيقول لك تاني يا جماعة شوفوا كده معايا بيقول لك البرمتر النس يعني كل اتنين متقابلين بالشكل ده متساويين L دي اكوال ال L دي كل اتنين متقابلين متساويين عندك L دي اكوال ال L دي اما الواتس ده اكوال الواتس ده كل المعلومات دي سهلة وإحنا عارفينها من زمان بالنسبة لتعرفنا اللي ايه للريكتانجل نشوف حاجة كمان هنا يا جماعة شكل وفي النهاية في النهاية الفورمه او الفورمولة بتاعة الريكتانجل هتبك كده ان البرامتر equal to times the lens plus the width تمام هنحفظها هنحفظها بس تعال اقولك الاول انا جبتها ازاي احنا يا جماعة لو عايزين نحسب البرامتر بتاع الشكل ده مش احنا فهمنا من مفهوم البرامتر ان هو الاطار المحيط بالشكل تمام طب ما تيجي نحسبها هقولك ان البرامتر equal ادي اول lens plus الواتس plus lens التاني plus الواتس الاخير اهو تمام يبقى هو ده اللي انا مفروض احسبه صح هقولك ما تيجي lens واللنس ده مش هما يا جماعة عبارة عن اكنه two l وكمان الواتس والواتس بتاعنا مش هو عبارة عن plus اهو two واتس وهقولك تعالا ناخد two مشترك اللي هو two هنا والتو هنا مشترك وافتح قوص بالشكل ده يبقى تبقى لك lens plus الواتس lens plus الواتس شفتوا بقى ان بالطريقة دي انا قدرت اطلع فورمولا او قانون ل البريميتر بتاع الريكتانجل يبقى على طول دلوقتي يا جماعة احنا فهمنا جات ازاي تمام على طول دلوقتي نحفظ اول منلاقي البريميتر بتاعت الريكتانجل هنحط القانون ده معنا هنقول ان البريميتر equal تمام كده جات ازاي جات من الاساس المفهوم اللي احنا عرفناه عن البريميتر طيب نشوف حاجة كمان ادي برضو التابل ده موضح كل الكلام اللي احنا شرحناه يا جماعة ادي شكل الريكتانجل وقلنا بنحسب البريميتر لو بنكتب بالكلام كده البريميتر lens plus الواتس plus الواتس ولو بنكتبه وبدأ يختصر كده معانا يا جماعة يبقى 2 ال plus 2 و اتنين لانس بلاس اتنين واتس واخد 2 مش شارك برا اتبقى عنده وعلى فكرة يا جماعة احنا لو مسكنا بالنمبرز هنلاقي نفس النتيجة يعني لو حد شاكك ان احنا اللي عاملينه ده مش مظبوط اقوله تعال نطبق نمبرز تعال اقول لك ان مثلا ده وده وده صح كده طبعا لازم يبقى ده وده مفهوم يا جماعة وتعال نحسب من الفورمولة الاولى هقول لك ان بي اكوال 3 بلاس 2 بلاس 3 بلاس 2 طيب ما 2 و3 5 و2 3 5 يبقى البرمتر ده حاجة زي كده 10 صح ولا لا صح طب تعال بقى اطبق باستعمال الفورمولة اللي انا قلت عليها انا قلت هحسب هزاي قلت هحسب ان ال b equal اهو 2 يبقى 2 وافتح القوس يعني 3 plus 2 ما 3 plus 2 5 2 times 5 equal 10 2 times 5 equal 10 يبقى فعلا نفس السليوشن ولا لا يبقى سوى استعمال الفورمولة الاساسية او الفورمولة اللي احنا استنتجناها مع بعض هي نفس السليوشن نشوف حاجة كمان سوري هندخل في حاجة تانية وهي square square يعني مربع والاول نفهم احنا قلنا ايه الفرق بين square وال اكترنجر قلنا ان square لي 4 equal سايتس ان كل السايتس بتاعته قد بعض تمام وكمان قلنا ان احنا هنستعمل الفورمولة بين البرامتر وان الاساس هو السايت لينس بتاعه كل اس ما عندناش حاجة بقى لينس وويتس زي الريكتانجر طيب نشوف بالنسبة لية square هنقدر نتعامل معها زي ونجيب ال ايه البرامتر بيقولك برضو ان الفورمولة اللي هنحصل عليها من البرامتر هي four times s طيب جات مني تعالوا نحسبها زي ما حسبنا بالنسبة لل ايه للريركتانجر طيب هقولك يا جماعة احنا بنقول اهو نجيب الماوس مع بعض بيقولك ان لو عايز احسب البرامتر هقول equal s plus s plus s plus s اللي هو السايتس اللي انزه دا يا جماعة ما دا فكرة البرامتر ان احنا بنحسب الاطار نعمل كل جز بلاس التاني طيب مش دول عبارة عن four ما اقدرش اقول انه four s مرة واحدة بس كده عشان كده طلعنا القاعدة دي او الفورمولة او الصيغة دي ان البرامتر على طول بتاع ال square four times s four times s طيب احنا كده يا جماعة وصلنا لفورمولة للبرامتر سواء لل square او ري rectangle ما كانش ينفع اقولك خدها هي كده وعرفها وحفظها انتو لازم تبقوا فاهمين هي جات منين تمام وده اللي احنا شرحناه احنا جبنا للشكل ده منين طيب بما اننا فهمنا الموضوع جاه منين هنبدأ نشوف ازاي نتعامل معايا الاول برضو في التابل اللي احنا او على طول ان البي او البرامتر فور في الاس على طول دايما نقول فور في السايت بتاعه او في السايت لينز بتاعه طيب تيجوا بقى يا جماعة نلم اللي احنا قلنا ده في الصفحة دي وعايز اقول لكم دي مهمة جدا انتو لو فهمينها وخلاص انتو فهمتوها فحفظينها تمام هتحل معاكو اي مسألة بسهولة تعالوا نشوف عايزين نقول ايه احنا يا جماعة مش نسألين ان احنا عندنا حاجة اسمها rectangle مستطيل تمام وحاجة اسمها square مربع تمام احنا حاليا عايزين نحسب ايه دلوقتي في اللسون النهاردة عايزين نحسب حاجة اسمها perimeter perimeter يعني المحيط الشكل اطار الشكل افهموك دا يا جماعة طيب وهقول ان احنا اخدنا بالنسبة ليه rectangle rectangle الرول دي او القاعدة دي ان ال two ان ال p equal to times length plus width تمام وطبعا من الشكل بتاعنا ادي length واد length بيبقى too long وwidth وwidth بيبقى دول short تمام ايه بقى الرول او الفورمولة بتاعت السكوير والسهلة ان البرمتر four times s والشكل طبعا السكوير كله s s احنا جماعة لو كل اللي شرحناه ده فهمنا الصفحة دي وحفظنا القانون الخاص بكل شكل خلاص احنا كده النهاردة خلصنا الليسون بتاعنا وهنلاقي ان احنا اي example هنعرف نحله بكل سهولة نرجع عليه تاني يا جماعة ماشي ان البرمتر بالنسبة لي هي عبارة عن equal ال b خدوا بالكم من الرموز ال b equal two times length plus width نفتح practice كده ونحسب ده الاول ونرجع نعمله times بالنسبة لل square square كله s 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 او او البرمتر equal four times s times 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 lans نشوف كمان بقى دلوقتي مجموعة من الالاتزامبل سهلة جدا على الموضوع ده من تديك الشكل ده انا قبل ما شوف اي حاجة انا هبص للشكل انا شايف سري وسري 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 يعني ايه يعني square حتى يا جماعة لو الشكل كده مش واضح كده او مش مرسوم بصوره صح أنا يهميني في النهاية إنه كله 3 سنتيمتر يبقى ده سكوير وبيقولك احسب البرمتر وحتى قالك كمان هو ما تحاولش تخيل تقول الشكل مش مظبوط قالك سكوير هنا يا جماعة وقالك هنا 3 وسري وسري يبقى ده شكل سكوير حتى لو رسمة مش مظبوطة معك ما فيش مشكلة قلنا هنحسب حاجة زي كده قلنا احفظين على طول الرول بتاع السكوير البرمتر بتاعه 4 times S يبقى 4 times 3 عيدي 12 سنتيمتر طيب خدوا بالكم كمان يا جماعة افكركم باليونت بتاعة في سنتيمتر وفي ميتر لازم تحطوا اليونت اللي عندكم في حاجات مثل بالميتر هكتب بالميتر ما تنسوش برضو اليونت دي تمام طيب الطريقة الاولية اللي احنا حسلم منها الفورمولا إننا كنت هقول 3 plus 3 plus 3 plus 3 يعني S plus S plus S plus S يعني كنا ممكن نحسبها بالطريقة دي شوفوا يا جماعة كان برضو هيطلع تولف شوفتوا إن احنا وطبقنا الرول اللي احنا طلعناها أو المبدأ الأساسي بتاع البرمتر وهو إطار الشكل هيطلع نفس السليوشن تمام نشوف حاجة كمان دوقتي برضو خلاص إحنا فهمنا الفكرة عندنا شكل ريكتانجل سكوير احسب البرمتر حط القانون وطبق بالإيه؟ بالنمبرز طبعا أنا هبص قبل ما يقول أنا شايف 3 و 3 و 5 و 5 يبقى ده على طول شكل الريكتانجل يبقى لما يجي أقول البرمتر بتاع اللي لك الريكتانجل خلاص كلنا حافظينه 2 times the length plus the width هكتب كده رول 2 times the length plus the width وعود بقى في النمبرز هقول 2 وافتح البركتس مع بعض كده 5 plus 3 5 plus 3 equal 8 2 times 8 equal 16 شوفوا هنا يا جماعة بالمتر عشان كده كتبت اليونت بالمتر خدوا بالكم من اليونت كويس هي موجودة بالمتر ولا بالسنتيمتر لأن ممكن تلاقي في مرحلة تانية إن احنا برضو في تحولات بتحصل ما بينهم نشوف الإجزامبل اللي بعده ونبص كده عليه مع بعض هلاقي الأول ده 7 وده 7 وده 7 يبقى كله السايت لانس واحد يبقى ده الشكل سكوير على طول مع بعض وعايز نحسب البرمتر البرمتر بتاع السكوير زي ما احنا عارفين إنه 4 4 times S نبدأ دلوقتي نعوض إن البي 4 times 7 هيطلع 28 سنتيمتر 28 سنتيمتر اليونت هنا سنتيمتر تمام نشوف حاجة كمان شوف الإجزامبل ده جماعة اهو ادي 35 35 وهنا 20 وهنا 20 وشوف اليونت بتاعتك هنا بالمليمتر كل مرة بيغير لك اليونت ده اخد بالك إنك تكتبها زي ما هي طبعا واضح إن الشكل ده شكل ريكتانجل ولما يكون عايز يحسب البرمتر نحط الرول أو الفورملا على طول إن هي 2 times lens plus watts ونعوض على طول بالنمبرز اهو 2 times 35 plus 20 تمام طب إيه الجزء اللي حله بالطريقة دي هقول لك هقول لك إن 35 times 20 كان المفروض هي عبارة عن 5 و 0 5 صح؟ و 2 و 3 5 55 وسهلة إن أنا أحسب على جنب كده 55 55 times 2 لما أجي أحسبها وإحنا بنعرف نعمل الملتبليكيشن ده سهل كان هتطلع 110 ما فيش مشكلة بالمليمتر طبعا عشان نفس اليونت وما لإيه اللي حامنه إحنا خدنا جماعة طرق كتيرة إن إحنا نسهل الحل معنا فهو أفكر يعمل طريقة كده معينة قال لك مش هي 55 مش 55 دي هي عبارة عن 50 plus 5 وبدأ أقول لك وابدأ أقول هي نوع من طريقة كده معينة علشان يسهل عارف تتعامل بيها كويس مش عارف هنعمل طريقة الملتبليكيشن العادية خالص بتاعنا شوفوا يا جماعة قال لك إن إنت ممكن تستعمل نقاصية التوزيع اللي إحنا عملناها بالشكل ده كنوع منك إيه تسهل الحل وتسهل أعملية الملتبليكيشن عندك تمام طيب عموما عموما يا جماعة خلي بالكم إن دايما في الامتحان هيجبوا لكم نومبرز سهلة يعني إن إنتوا ممكن تحلوها كده من غير ما تمسكوا وراء وقلم في الامتحانات مش بيتعامل إنه يعقدك من النومبرز أو كده هو بس عايز زي فهم أنت وصدت لك فكرة البرمتر وإزاي تحسابها وإيه الفرق ما بين البرمتر بتاع كل شكل بس على الأموم هي كلها برضو حتى الإجزامل ده نومبرز بسيطة ما فيهاش مشكلة نشوف كمان إجزامل بيقول لك أحمد wants to make rectangle carpet of perimeter 12 تمام عايز يعمل شكل carpet وسجادة والبرمتر بتاعه بقى 12 بيقول لك what I drew different rectangle that could represent his carpet طيب يطرى بقى شكل الكارب دي وهي شكلها rectangle هو حدد إنها rectangle مش square هل هيبقى شكلها إيه طيب الأول أشوف القانون بتاع البرمتر بقى بتاع البرمتر مش هو two times length بلع سلويتس إيه هي ال data أو ال information اللي بديهلك هنا كنمبر ما دلكش إلا البرمتر قال لك إن البرمتر 12 يعني قدر قولي 12 12 equal 2 times length بلع سلويتس صح إتو عارفين من هنا قادر أحسب إيه قادر أحسب إن اللينس بلع سلويتس دي هتطلع هي عبارة عن 12 لما نقسمها divide 2 يبقى هتطلع equal 6 يبقى أنا من المعلومة اللي إدهالك إنه عايز زيه من شكل rectangle وإن البرمتر 12 ومن الرول بتاعتك أو الفورمولة بتاعتك قدرت أحصل إن اللينس بلع سلويتس equal 6 إن اللينس بلع سلويتس equal 6 حطي بقى أهو تعالي نشوف solution كده مع بعض يا جماعة هم قدرت أحصل نفس الكلام اللي شرحنا قدرت أحصل إن اللينس بلع سلويتس equal 6 إنت بقى حط rectangle زي ما إنت عايز يعني إنت ممكن تعمل مثلا rectangle كده المهم إن اللينس والويتس مجموعهم هيبقوا 6 يعني مثلا لو هتخليها 5 1 رأيك مثلا متخلي هنا 5 وهنا 5 وهنا 1 1 المهم إن اللينس 4 plus weights هيبقوا 6 تمام تمام نشوف كمان اللي جاي بيقول لك find two numbers إن الصم بتاع 6 with these two numbers are length and weights of required rectangle دي تقريبا نفس الفكرة اللي إحنا لسه واخدينها من شوية بيقول لك إن إنت عندك شكل rectangle تمام وبيقول لك إن الصم الصم بتاع length and weights بتاعه 6 وشوف لي كده ممكن هعمل منه كام شكل أو الدنيا هتبقى عاملة إزاي هقول لك تعال نشوف solution ونتكلم عليه أنا لسه إلي من شوية إن الشكل الصم لو 6 تمام هيبقى ممكن يعمل لك 1 و 5 ممكن 2 و 4 ممكن 3 و 3 تمام طيب و هنعمل الأشكال بالشكل اللي إحنا رسمينا من شوية بس عايزي طبعا نقول لك لو بالنسبة لل 3 و 3 كده هيبقى كل الصيد سأد بعضه فهيبقى شكل سكوير مش هيبقى شكل ريكتانجل طيب والبريمتر البريمتر أكيد لكله هيبقى واحد البريمتر هيبقى كله 12 تمام يبقى الإجزامبل ده بيكمل الإجزامبل اللي فات تمام اللي إحنا كلناس عالين البريمتر 2 times plus width equals 6 6 times 2 equal 12 يبقى البريمتر ليهم كلهم 12 بيكمل الفكرة الإجزامبل اللي فات معنا نشوف كمان حاجة هنا يا جماعة إحنا كده تقريبا خلصنا اللسن سهل جدا هتحفظوا بس إن البريمتر بتاع الريكتانجل والبريمتر بتاع هو بس كده شكرا هو ده اللي مطلوب منكم هنحل دلوقتي مجموعة من كده سهلة جدا شوفوا كده معايا بيقول لك الريكتانجل إتس الانس ال وي الواتس إز وبيقول لك إيه البريمتر هاتلي الفورمولة اللي احنا حافظنا طبعا على طول هيبقى times الانس بلاس بيقول لك من الاختيارات اللي عندك في شكلين بيمثلولك البريمتر بتاع الريكتانجل وطبعا بيفكرك إن البي هي البريمتر وإل هي الانس وإل دابل وهي الواتس طبعا هلاقي أول فورمولة اللي احنا حافظينها خلاص إن البي equal to times الانس بلاس الواتس وهلاقي فورمولة كمان اللي هي جات منها قانون إن هي الانس بلاس الواتس بلاس اللينس بلاس الواتس اللي بعد كده جمعنا الـ 2 لينس والـ 2 واتس واخدنا الـ 2 مشترك بقى 2 times لينس بلاس الواتس نشوف اللي بعده بيقولك which choice shows a formula for the perimeter of square عايز perimeter of square وبيفكرك إن البي هي البريمتر والإس سايت لينس حافظينها خلاص إن البي equal 4 times s يبقى solution number b اللي بعده يلا يا جماعة كده نشوف الإجزامبل ده مع بعض بيقولك هات البريمتر بتاع الشكل الريكتانجل طيب إحنا هنطبق في القاعدة اللي إحنا عارفنا على طون وهقولك إن البريمتر equal 2 times اللينس بلاس الواتس يعني 5 بلاس 2 يبقى 2 times طبعا 5 و 2 7 يبقى 14 تمام 14 بصوا يا جماعة الملحوظة دي أنا دايماً أقول لكم تأنوا وبراحة في الحل وتقرق كل الاختيارات يبقى الناتج بتاعنا 14 هبدأ أبص ألاقي هنا 10 وهنا 20 وهنا 14 وهنا 14 طيب أنه 14 يا جماعة أكيد 14 متر 14 متر لأنه كان مندهولك بالمتر يبقى سيوشن معاك هيبقى number C مش number D ممكن واحد من السرعة أول معينه طلقت 14 هتلاقي اختار number D ما هو سريع بقى وعايز إيه يخلص لأ إحنا نتقنى كده ونشوف كل الاختيار اختياراتنا ممكن تنبهنا لحاجة أو إحنا نقرأ كل الاختيارات تنبهنا لحاجة أساسا ما كنش فاهمينها مظبوط في السؤال طيب يبقى سيوشن معانا هنا هيبقى number C 14 متر وأكيد مش 14 سنتيميتر نركز يا جماعة كده وإحنا بنحل نشوف الإجزامبل اللي بعده بيقولك هات البريميتر بتاع الريكتانجل وبيقولك عندك 2 دايمينشن كلمة دايمينشن يا جماعة يعني الأبعاد يعني اللنس والويتس أبعاد الشكل ومديك 10 سنتيميتر و5 سنتيميتر طبعا 10 أكيد اللنس وال5 أكيد الW وهطبق فيه الفورمة على طول هقوم بي 2 times لنس بلاس الويتس يعني 10 بلاس 5 يعني 2 times 15 يبقى سيديوشن على طول equal 30 30 يا جماعة بقى احنا تعودنا عشان ما نطلع بطش نتعود على طول إن احنا لما نكتب القيمة نكتب هي بالإيه أنهيونت هكتب على طول 30 سنتيميتر يبقى احنا متعودين على كده في حلنا فبالتالي بإذن الله مش هنقلط في أي حاجة تقابلنا طبعا يبقى سيديوشن معنا هيبقى number B وهو 30 سنتيميتر نشوف الإجزامبل اللي بعده مديك شكل الريكتانجل ده وبيقولك البرامتر بتاعته هتبقى equal لأي بريمتر من الأشكال اللي عندك طيب يبقى الأول نحسب البرامتر بتاع الشكل الأساسي هقول إن طبعا هو الريكتانجل يبقى البرامتر يعني 7 تمام كده يعني 10 يبقى times 10 أكيد equal 20 هنتعود عطول يا جماعة 20 متر ولا سنتيميتر نكتب باليونة اللي مدي هلا نتعود دي طريقتنا في الكتابة خلي بالكم يا جماعة احنا بناخد درجات على يعني المفروض كمان كنت كتبتوا في الأول القانون إن البي مجرد ما كتبتوا الرول أو الفورمولة دي انت خدت درجة حتى قبل ما تعود بالنمبر ناخد بالنا من النقطة دي كويس يا جماعة طيب المهم البرامتر معانا بقى 20 متر هنبدأ نشوف كل اختيار من اللي عندنا A B C وD هنلاقي إن اللي هيتطبق فيه إن برضو إن البرامتر هتبقى 20 نشوف حاجة كمان ده كده آخر سؤال معنا جماعة وهو سهل جدا بيقول لك إن انت لو عندك شكل بالشكل ده وبيقول لك احسب البرامتر ممكن نحسب ها بقى نهو طريقة طيب احنا على طول تعليمنا أول ما نشوف الريكتانجل هنقول B حتقول B equal 2 بس ده مش كاتبه هنا كاتب لك هنا number A هو السيليوشن الصح اللي هو القاعدة من أولها اللي احنا بفهمنا البرامتر نحسبه إزاي إن هو الإطار ومجموع كل سايت فقايلك إن 12 plus plus 12 plus 4 اللي هو 12 هنا وأكيد 12 هنا بيبقى انه روكتانجل و4 هنا و4 هنا هلا السيليوشن طبعا يبقى 32 متر يبقى الاختيار الأنسب من ضمن الاختيارات دي كلها يبقى number A إحنا كده يا جماعة خلاص نبقى خلصنا أنا شايفها lesson سهل جدا سهل سهل فعلا جدا مجرد اللي عندك 2 اللي احنا حفظناهم وفهمناهم نطبق إحنا بقى كده مع بعضنا كده أو مع نفسنا شوية من ونشاء الله الدنيا هتبقى سهلة نشوفكم على خير الفيديوهات كل الجديد اللي بنقدمه كمان لو بتسفادوا معنا يا جماعة عملونا لايك وشيروا زميلكم بحيث الكل يستفيد نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته